بس تخلص تنشيف بتكون بحالة جسم كتير حلوة طيب كيف بطلع من التنشيف بدون ما أخسر الشغل يلي عملته خلونا نتعلم السلام عليكم ورحمة الله كيف كان يا جماعة شو أخباركم شو عاملين شو عاملين ان شاء الله بخير محمد منافذ وفايبو كوتش أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فقرة السلطة المتابعين فقرة اللي باخد فيه أسئلة حضراتكم وبحاول اختار الأسئلة العامة والشاملة مشان وقت اللي يجاوب عليها أكبر عدد ان شاء الله من الناس تستفيد خلوا أسئلكم بالتعليقات خلوني اختار الأسئلة المفيدة وجاوب عليها فيديو اليوم هو عبارة عن إجابة عن تساؤل الأخ سلطان كان عم يسأل على موضوع التنشيف انه أنا كابتن خلصت التنشيف وبيدي اطلع من فترة التنشيف هلا وارجع على المحافظة بدي حافظ على وزني ما بدي بكمل في التنشيف تعبت ولكن ما بدي بنفس الوقت تزيد نسبة الدهون عندي فكيف بحافظ على هالنتيجة هالحلوة اللي عملتها طول هالفترة وما بقدر كمل تنشيف طول حياتي شو بعمل شو هي الخطوات أول شي يا جماعة بدي تشكركم كتير الناس اللي فاتوا معاي بخطة شهر رمضان الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد عملنا نتائج كتير حلوة وبإذن الله مكملين إن شاء الله بعد فترة العيد عندي عرض كتير 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 حلو يلي حابب يشترك معان أهلا وسهلا فيكن التفاصيل كلها تموجودة في thefibocoach.com بالموقع التبعي طيب يا جماعة خلونا نرجع للموضوع إذن هاي الخطوات يلي أنا بدي أختار لكم إياها خطوات بسيطة جدا ومنطقية جدا يعني أنا بدي إياك تحاول تفهم ليش اخترت هالخطوات هاي بهذا الشكل أول شي يا جماعة حط حالك بمحل الشخص يلي عم ينشف انت وقت اللي عم تكون عم تنشف عم تكون على سعرات محدودة جدا 1800 2000 2000 بحسب بنهاية التنشيف ممكن سعراتك تكون محدودة جدا بحسب وزنك وبحسب مستواك انت باللعبة الأمر الثاني انك عم تساوي كارديو بشكل يومي أو بشكل شبه يومي نص ساعة 40 دقيقة ساعة بحسب انت وكمية الدهون اللي كانت عندك ومستوى التنشيف يلي كانت بدك توصل له تمام فإذن انت شخص ما عم تعمل شيت ميل ما عم تعمل وجبات مفتوحة ماشي على نظام جدا صارم بسعرات حرارية جدا منخفضة وتمرينك جدا شاق وعندك كارديو بشكل يومي أو شبه يومي فإذا بدي بلش بهدول وحدة وحدة أول شيء أول شيء بصراحة كلها هاتنا وقت اللي نخلص تنشيف بدنا نروح نعطي حالنا مكافأة بدنا ناخل هالوجب المفتوحة هاي أو اللي أحيان المعظم الأحيان بتتطور بتصير يوم مفتوح تمام فلزلك أصدقائي نصيحتي الأولى لإلكن نصيحتي الأولى لإلكن انتبهوا علي خطوة خطوة إنه اليوم المفتوح ما تخلوه يوم مفتوح حاول تخليه وجبة أو وجبتين تمام مو بس مشان موضوع إنه جسم يخزن دهون ويروح النتيجة اللي عملتها مو بس هذا الأمر الأمر وإنه في خطورة لقدر الله عليك أنت كبني آدم معتك رح يصير عندك عسر هضم رح يرتفع عندك السكر بشكل كبير لأنه وقت اللي أنت تكون ماشي فترة طويلة في التنشيف وتبدأ تعطي جسمك هالسكريات كلا ياتا والجونك هذا البورجر والبيتزا وهالأمور وجسمك ما أنه متعود على ارتفاع السكر بهالشكل فارتفاع السكر ممكن لا قدر الله يسبب لك مشاكل بالإضافة لأنه لا قدر الله ممكن يصير عندك مشاكل بالهضم بالمعدة بعدين فما بدك ما بدك هالأمر هذا يضرك كتير حاول قدر الإمكان تلتزم بوجبة مفتوحة وحدة أو وجبتين خلال اليوم اللي بدك تخلص فيه التنشيف تمام فإذن هاي هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية هي عبارة عن بداية الأسبوع اللي بدي أبدأ فيه اللي بدي أبدأ فيه بعد التنشيف الأسبوع هذا الأسبوع الأول أنا خلصت يوم الجمعة تمام خلص يوم الجمعة عملت بطولة أو يوم الجمعة عملت فوتو شوت عملت صور لإلي لفيسبوك لإنستجرام لشو ما كان عندك احتفظت بصور هدول اللي عملتلك شي ميت صورة خبيتهم للسنتين اللي جايين بدك تم تحطهم بوستات مو مشكلة هلأ الأسبوع أنا خلصت يوم الجمعة الأسبوع هذا عندي من الجمعة للجمعة شو بعمل طالما أنت يوم الجمعة خبصت تخبيصة محترمة أكلتلك وجبتين مفتوحين أو عملت اليوم اللي خلص بدك تعمل يوم مفتوح عملت يوم مفتوح فلذلك صديقي بقترح عليك أنه الأسبوع الأول ما تزيد شي في السعرات الحرارية نهائيا السعرات الحرارية مثلا كنت على ألفين سعرة خليهم ألفين سعرة هلأ رح تقولي طب كبتان أنا خلصت نشيف ليش ألفين سعرة مظبوط أنت خلصت نشيف ولكن ما تنسى أنك عملت وجبتين بأول أسبوع كتير مرتبين أو مثلا يوم الجمعة ورجعت ساويت وجبة مفتوحة تانية خلال الأسبوع هدول الوجبتين لحالهم رح تكون سعراتهم كتير كتير فلذلك عطي جسمك فرصة أنه يهضمن إذن الأسبوع الأول ما تزيد في السعرات الحرارية ولكن ممكن تقلل شوي بعدد بكمية الكارديو اللي أنت كنت ساوية خلينا نحط مثال أنه أنت شخص كان عندك دهون كتير وكنت تعمل مثلا ست أيام بالأسبوع ساعة تمام ست أيام بالأسبوع ساعة ممكن تشيل منهم يوم تخليهم خمسة أيام بالأسبوع لمدة ساعة أنا بشوف أنه أفضل أنك تشيل يوم كامل أحسن ما تقلل شوي تقصر شوي فترة الكارديو لأنه بالنهاية أنت ولو عم تساوي كارديو بنفس اليوم صحيح أنك قللت الفترة ولكن بالنهاية أنت عم تتعب جسمك ولكن وقت اللي تجي تعطي حالك يوم استراحة كامل فإذا أنا عطيت أنت نورفس سيستم الجهاز العصبي وعطيته فترة استراحة أفضل إذن هذه هي النصيحة الأولى خلال الأسبوع الأول أول شيء تعمل وجبة أو وجبتين مفتوحين في بداية الأسبوع أو في بداية ونص الأسبوع تصطفل لكن لا تساوي يوم كامل النصيحة الثانية في الأسبوع الأول هي أنك تشيل شوي من الكارديو تشيل يوم كامل من الكارديو ولكن لا تزيد في السعرات الحرارية طيب خلصنا الأسبوع الأول جينا على الأسبوع الثاني شو بعمل؟ الأسبوع الثاني بتبلش تزيد سعراتك الحرارية بالشكل التالي إذا أنت كنت شخص ما عم تمشي على لو كارب دايت إذا كان في عندك كربوهيدرات في السعرات الحرارية اللي عندك يوميا بتبلش بتزيد شوي بالكربوهيدرات فقط لغير بتزيد 200 سعر حرارية ل300 سعر حرارية في الكربوهيدرات فقط لغير تمام؟ ليش؟ لأنه أنت دايت عندك كان فيه بروتين وكان فيه دهون فلذلك جسمك محتاج كربوهيدرات بتعطيه 200 ل300 سعر حرارية من الكربوهيدرات إذا أنت كنت شخص كنت عم تاخد الكربوهيدرات خلال الدايت اللي ماشي عليه وأنا بفضل أنك تكون واحد من هالأشخاص إذا بتزيد 200 ل300 سعر حرارية بكل العناصر الغذائية ما بتزيدهم يعني 200 هم 200 هم 200 هم 200 هم لا بتزيد المجموع كل ياتهم 200 يعني خلينا نقول أنت مثلا بدك تزيد 300 سعر حرارية من الدايت تبعك وأنت كان فيه عندك بروتين وكربوهيدرات ودهون بتزيد بالبروتين بتزيد بالكربوهيدرات بتزيد بالدهون بحسب القيم الغذائية يلي بيحتاجة جسمك بحسب وزنك أنا قريدي معلمك أنت كيف تحسب الحاجة تبعك فلذلك ببلش بالأسبوع الثاني بتمنى الكلام يكون واضح الأسبوع الثاني بزيد 200 ل300 سعر حرارية يا أما من بروتين وكربوهيدرات ودهون إذا أنا جسمي كان عم يمشي على هالعناصر هيكل لاياته يا أما إذا كنت أنا من الناس اللي قاطع الكربوهيدرات نهائيا وعامل كيتو دايت أو very low carb diet ببدأ بزيد الكربوهيدرات فقط لا غير إذن هذا هو الأمر الثاني يلي بدي ساويه بالأسبوع الثاني تمام خلصنا الأسبوع الثاني هلأ بيجي على الأسبوع الثالث شو بعمل كمان بزيد لا طول بالك شوي الأسبوع الثالث بخلي أكلي متل ما هو بخلي سعراتي متل ما هي ولكن يبدأ بنقص شوي من الكارديو الأسبوع الثالث بدل ما تعمل خمسة أيام كارديو ممكن تعمل ثلاثة أيام كارديو أو ممكن تعملون ستة أيام نص ساعة نص ساعة بتبلش تقلل شوي من الحصص هاي الكارديو التريدميل والبايسيكل هاي وشو بيسمو هادا الستير ماستر بتبلش تشيل من هدول شوي مشان تعطي جسمك فترة فرصة عفوا يعمل recovery أكتر وبالتالي أنت عم تعطي حالك سعرات حرارية أكتر وقت اللي تشيل عن حالك كمية سعرات حرارية يلي عم تحرقها بالكارديو تمام؟ إذا هذا هو الأسبوع الثالث رح تلاحظ صديقي أنه بنهاية الأسبوع الثالث ممكن وزنك يبلش يحافظ أو يزيد شوي صغيرة تمام؟ وقت اللي يبلش يزيد شوي صغيرة بدي منك ما تخاف لأنه هذا الأمر طبيعي جدا وقت اللي أنت عم تبلش تزيد كربوهيدرات في جسمك الكربوهيدرات من خصائص الكربوهيدرات أنه هي بتخزن مي فاختزان السوائل بالجسم طبيعي جدا أنه يزيد وزن جسمك ولكن طالما أنك على العناصر الغذائية اللي المفروض تكون ماشي عليها بدون زيادة وبدون ما تخرب الدايت تبعك هلأ جيت على الأسبوع الرابع شو بعمل؟ برجع بزيد سعراتي شوي صغيرة برجع بعمل 200 إلى 300 سعر حرارية زيادة إذا كانت أغلب الناس وقت اللي نوصل لها المرحلة هاي نكون ماشيين ونوصل لها المرحلة هاي أنت يمكن تستغرب ولكن الأغلبية 90% من الأوقات بيصير الوزن ينزل مع أنه أنت خلصت الدايت ليش وزني عم ينزل؟ أه ها وقت اللي أنت عم تعطي حالك فرصة تريح شوي من الكارديو وتزيد شوي السعرات الحرارية الميتابوليزم عندك عم يرتاح وعم يتنشط وعم يشتغل بفاعلية أكبر فوقت اللي يزيد عندك الميتابوليزم يرتفع ويرتاح عندك الميتابوليزم ممكن ممكن بكتير أحيان يبلش وزنك ينزل ممكن تخسر بعض الدهون وهذا أمر كويس ليش؟ لأنه أنت مريح عضلاتك عم تعمل ريكابوري جسمك عم يعمل استشفاء وعضلاتك ما عم تتأثر لأنه مريح حالك والمفروض أنك عم تاكل أكل صحي فبالتالي جسمك عم يعمل ريكابوري بشكل كويس والميتابوليزم عندك نشيط وعم ينزل وزنك من الدهون أغلب الأحيان من الدهون وقت اللي يزيد وزنك رح يكون زيادة الوزن هاي من السوائل فما تخاف من موضوع الدهون اللي زيادة والله أعلم رح تصير معظمة من اختزان السوائل بسبب الكربوهيدرات تمام يا جماعة؟ إذن بهذه الطريقة بكون أنا وصلت للأسبوع الرابع زدت 600 سعر حرارية في الوجبات تبعي وقللت شوي بالكارديو على مدى الأسبوعين للأربع أسبوع الجاية بتتم بتعمل نفس الخطوات تماما الأسبوع الأول بتزيد فيه شوي عفوا بتشيل فيه شوي الكارديو الأسبوعي اللي بعده بتزيد شوي في السعرات الحرارية دائما دائما بتمشي على هالتكنيك الأسبوع بتشيل منه شوي كارديو الأسبوع اللي بعده بتزيد شوي في السعرات وبتشوف وزنك وزني ثابت ممتاز وزني عم ينزل ممتاز معناها أنا عم بحرق دهون وزني زاد شوي بدون ما تزيد الدهون كمان كويس هذا الأمر جدا طبيعي لأنه أنا زيادتي عم تكون بالسوائل تمام يا جماعة؟ فإذن هذا هو التكنيك هذا هو الأسلوب الأفضل يلي بدي أطلع فيه من فترة التنشيف لأوصل لفترة المحافظة وبالأحرى بالأيام بعدين بعد شهرين ثلاثة أربعة يلي هو ممكن تعمل فترة أف سيزن تانية فترة ضخامة تانية بدون ما تكون كسبت دهون كتير تمام يا جماعة؟ بتمنى الفيديو يكون شرح الفكرة وبرجع بذكركم أنا عندي إن شاء الله عرض العيد اللي هلأ عم ينتز اللي عم يشوف الفيديو برمضان عندي هلأ بإذن الله عرض العيد كتير كتير رح يكون عرض كويس اللي حابب يشاركنا وتلكن الحمد لله رب العالمين نتائج كتير كويسة التفاصيل كلية في الموقع أهلا وسهلا فيكن وشوفكم بالفيديوهات الجاية وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر